جيد جدا عايز اكد على صحة كلامي ان فريق السراميكا واحد من الفرق الجيدة نجح ان هو يكسب فريق بيرامدز 2-0 كأول هزيمة لفريق بيرامدز من خلال نادي السراميكا فريق بيرامدز من الفرق الجيدة جدا في الدوري واللي عنده سكواد رائع ان انت تقدر تكسبه اعتقد ان ده شيء جيد فريق مدجج بالنجوم عشان كده بقول ان المباراة دي اختبار قوي وصعب جدا لمستر كولر ان هو بيواجه مدرب فاهم من خارج الخطوط كمان لعب تنادي الاهلي اعتقد ان هم حيواجهوا منافسة قوية جدا في الملعب زي وزي بقية المباراة لعبين اصحاب خبرات موجودين رغبة في تحقيق الفوز كمان فريق النقاط ما بين الفريقين حيشعل هذه المواجهة الاهلي عنده تسعة من ثلاثة مباريات سراميكا عنده سبع نقاط الحقيقة يا عم هتقول لي عم احنا ما بنلعبش بورشلونة ولا ما بنلعبش ريال مدريد ولا لا انا بشوف ان فريق سراميكا واحد من الفرق القوية الفرق التقيلة الفرق اللي تقدر او تقلق منها او تخاف منها في الملعب عندهم زي ما اتكلمت مدرب كويس عندهم لعيبة كويسين وبالتالي كل التوفير لرجالتنا رجالة النادي الاهلي كلنا ثقة في اللاعبين والجهاز الفني ومجموعة العمل اللي موجودة الكل الحقيقة بينتظر ان احنا نلعب هذه المباراة ونفوز هذه المباراة وفي نقاط هامة هتكلم فيها اكتر في حائط صد وبالعقل الحقيقة بالنسبة لفريق الكورة ولكن خلينا نبدأ دائما فقرات